قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْبَدِّلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا أَمَّا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْذِرِ الْنَّاسِ أَنْ أَنْذِرِ الْنَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آبَلُونَ أَنْ أَلَعُوا قَدَمَ صِدْقٍ عَدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ما يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا له شراب من حبيبه وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوره وقدره بنازل لتعلموا عدد السنين لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لطوم يعلموا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض وإلا الآيات لقوم يتقون إن الهين لا يوجون نقالا وردوا بالحياة الدنيا وقمنوا بها والذين هم عن آلاتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعية فيها زلاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم مجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمرون وإذا مس الإنسان الضر ودعانا لجابه أو قائدا أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه طوه مروا كأن لم يدعونا إلى ضر بس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أملكنا الكبرون من قبلكم لما ظلموا وَجَاءُ 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 وَصُلُهُ ترجمة نانسي قنقر من بعدهم لنظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قَالَ الَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَالَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَالَ قَالَ أَنَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا قَالَ أَبْدِّلْ قُلْ مَا يَوْجُونَ لِي قَالَ أَنْ أَبْدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ مَغْبُرًا مِنْ يُوْقَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِبُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ